بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلاب سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان اختبار الفصل الأول في الرياضيات للأولى ثانوي رقم 16 حيث يقول التمرين الأول أجب بصحيح أو خطأ على الأسئلة التالية مع التبرير العدد هو دائما أصغر من أو يسوي مربعة الثانية قال إذا كان ناقص 2x أقل أو يسوي ناقص 6 فإن x أكبر أو يسوي ناقص 3 الثالثا قال إثنان ينتمي إلى المجال من ناقص ملنية إلى خمسة تقاطع من ثلاثة إلى ثمانية رابعا قال العددان من هم العدد؟ جذر ثلاثة زائد جذر إثنان وجذر خمسة زائد إثنان جذر ستة متساوية خامسا قال من أجل كل عدد حقيقي x فإن جذر x مربع يسوي ناقص سادسا قال جذر 7 زائد جذر 13 يسوي ناقص جذر 20 سابعا قال العدد 2013 هو عدد أولي ثامنا قال القيمة المطلقة هنا كليا هاي القيمة المطلقة لإثنان في القيمة المطلقة لواحد ناقص ثلاثة ناقص القيمة المطلقة لناقص خمسة ناقص إثنان يسوي ناقص واحد زائد جذر ثلاثة مربع ناقص واحد زائد إثنان جذر ثلاثة ثم قال تاسعا قال إكس محصور ما بين ناقص نصف وثلاثة على إثنان عاشرا قال مركز المجال ناقص واحد على إثنان وثلاثة على إثنان هو إثنان ثانيا قال انقل وأكمل الجدول التالي عندنا هنا المجال وعندنا تمثيل المجال وعندنا مجموعة الأعداد الحقيقية إكس بحيث ورطيت لنا هذه الحالة وعلينا أن نقوم بملء الجدول إذن لننطلق على بركة الله في الشرحة المفصل إذن نأتي الآن إلى أجب بصحيح أو خطأ على الأسئلة التالية مع التبرد الجزء الأول قال العدد هو دائما أصغر من أو يسوي مربعها يعني هل هذا الكلام صحيح أو خاطئ أو خطأ لاحظوا جيدا هذا الكلام صحيح لو كان إكس أكبر أو يسوي نقول إذا كان إكس محصور ما بين الواحد والصفر فإن إكس مربع يصبح أقل أو يسوي لنا إكس حتى هنا لقلنا هكذا نعم إذن ولكن نحن عندنا فإن هذا يصبح لنا هكذا وهذا بطبعه قيمة موجبة الحالة إذا كان عندنا عدد يعني سفر فاصل ليس نقص سفر فاصل سفر فاصل فإن ذلك العدد مربع ويصبح أصغر منه وأعطيكم مثال إذا كانت عندنا سفر فاصل خمسة إنه محصور ما بين الواحد والصفر تعالوا نربعوا ربعوا هذا العدد كم يصبح لنا سفر فاصل خمسة وعشرون أقل من واحد ومحصور والصفر إذن لاحظتم هذا لما ربعناه أصبح وهذا بطبعه ركزوا جيدا أصغر من سفر فاصل خمسة لاحظتم ها هو المثال أنه هنا إذا قلنا هذا هو الإكس فإن هذا هو إكس مربع إذن هل هذه المعلومة التي أعطيت لنا صحيحة لا إذن نقول خطأ يقول أحدكم وكيف أجيب تجيب أنه إذا كان إكس محصور ما بين الواحد والصفر فإن إكس مربع يصبح لنا أقل من إكس هذا هو المثال المضاد فقط أو يمكن أن تعطيه أمثلة من هذا تقول سفر فاصل خمسة محصور ما بين الواحد والصفر فإن سفر فاصل خمسة وعشر فإن سفر فاصل خمسة مربع يصبح لنا محصور ما بين كذلك يصبح لنا أقل يعني يصبح سفر فاصل خمسة وعشر أقل من خمسة إذن ها قد يعني طبقنا هذه القائدة إذن تصبح لنا هذه المعلومة خاطئة ليس في كل الحالات ما هي الحالة التي يمكن أن تكون في هذه الكلمة صحية إذا كان الإكس أكبر أو يساوينا واحد نعم إذا كان يعني واحد فاصل فهذا الكلام أن التربع دائما يبقى أكبر حتى نفهم جيدا الآن أو يكون العدد أصغر من تربعي نأتي الآن إلى الحالة التي بعدها وهي الحالة لهذه المتراجحة إذا كان نركز جيدا عندنا ناقص إثنان إكس أقل من أو يساوينا ستة نضرب هذه المتراجحة في الناقص نضربها في ناقص واحد فنجد فنجد ماذا؟ أنها تعقص بحلنا إثنان إكس أكبر أو يساوينا ناقص ستة ومنه إكس يصبح لنا أكبر من ناقص ستة على إثنان أي إكس أكبر أو يساوينا ناقص ثلاثة هل هذا الكلام وجدناه؟ نعم نقول صحيح فقط لأن لا يمكن أن نحكم على الصحة إلا إذا وجدنا التبرير فقط حتى نفهم إذن صحيح نأتي الآن إلى هذا كذلك هذا المجال لاحظوا قال هل إكس معناه؟ هل إثنان محصور ما بين ناقص ملنية وخمسة تقاط ثلاثة وثمانية لاحظوا هنا نقوم برسم المعلمة الخطي هذا هكذا إذا قلنا هذه هنا ناقص ملنية وهذه زائد ملنية تعالوا الآن نأتي إلى المجال الأول من ناقص ملنية إلى خمسة ركزوا جيدا هنا يمكن أن نعطي إذا قلنا هذه ثلاثة وأربعة وخمسة وستة وسبعة وثمانية انظروا وتتبعوا عندنا المجال الأول من ناقص ملنية إلى خمسة إذن من ناقص ملنية إلى خمسة المجال كيف هو؟ المجال الأبناء كيف هو؟ مغلق لنضعه هنا مغلق عند الخمسة ثم عندنا تقاطع ليس اتهاد تذكروا جيدا تقاطع قلت عندنا المجال الثاني من ماذا؟ من الثلاثة إلى غاية الثمانية عند الثمانية مفتوح ها هو أمكم مفتوح وعند الثلاثة كيف كذلك؟ عند الثلاثة كذلك مفتوح أين هو التقاطع أبنائي؟ التقاطع هو هنا التقاطع هو لأن هنا ليس الاتتهاد التقاطع هو أين يوجد تقاطع الألوان؟ اشتراك للألوان فتصبح لنا ماذا التقاطع إذا قلنا هذا هذا سميناه هذا هو من ماذا من الثلاثة يسوينا من الثلاثة إلى ماذا إلى الخمسة مغلق فإن إثنان لا تنتمي لأنها هي الإثنان خارج اللونين تقاطع اللونين إذن هي خارج هذا المجل لا تنتمي إلى التقاطع وهو من الثلاثة إلى الخمسة مغلق إذن فتكون هنا هذا الاختراح خطأ فقط أبني إذن أعيد أعينت أولا تقاطع المجلة فوجدت تقاطع هو تقاطع اللونين فوجدت الإثنان خارج منهما إذن فهو لا ينتمي إذن الاختراح هذا خطأ الآن نأتي إلى رابعا ها هي كذلك رابعا ننتبه نقطة نقطة أبني كي نتعلم إلى الإجابة على هذه الأسئلة إذن ركزوا جيدا قال العددان جذر ثلاثة زائد جذر خمسة وجذر خمسة زائد اثنان جذر ستة متساوية لمعرفة أولا أولا عندنا جذر ثلاثة زائد جذر اثنان مجموعهم يعطينا عدد موجب وكذلك أنه جذر خمسة زائد اثنان جذر ستة إنه عدد موجب هذه لا جدال بما أنه موجب الآن نأتي إلى الأول نربعه لمعرفة عددين هل هم متساويان أم غير ذلك نربعهم إذن عندنا جذر ثلاثة زائد جذر اثنان نربعهم إنها متطابقة الشهرة كم؟ لقم واحد صبح لنا مربع الأول وجذر ثلاثة مربع ليه ثلاثة زائد مربع الثاني زائد ضعف الجداء لهو اثنان جذر ستة لأنه صبح جذر اثنان في جذر ثلاثة فتصبح لنا كم؟ تصبح لنا خمسة خمسة زائد إثنان جذر ستة ثم نأتي الآن إلى الرقم الآخر أو العدد الآخر وهو خمسة زائد اثنان جذر ستة نقوم بتربيعه فيصبح لنا بعد التربيع إذا ربعنا جذر فإن يذهب التربيع يذهب بالجذر وتصبح لنا خمسة زائد اثنان جذر كم جذر ستة فتصبح لنا ماذا؟ تصبح لنا جذر ثلاثة زائد جذر اثنان الكل مربع يساوي نفسه هذه القيمة وهذه متساويا إذن فتصبح لنا تصبح لنا ماذا؟ تصبح لنا جذر ثلاثة زائد جذر اثنان الكل مربع وبما أن عندنا قلنا جذر ثلاثة زائد جذر اثنان قيمة مجب وجذر خمسة زائد اثنان جذر ستة قيمة مجب فإن ماذا ينتج أبنائي هنا بكل بساطة هذا مجب وهذا مجب وتربعه متساويا هذا ما يدل على أن ماذا؟ على أن جذر ثلاثة زائد جذر اثنان يساوي جذر خمسة زائد اثنان جذر ستة فقط إذن للمقارنة قال بما أنهم أهلموا متساويا الطريقة جد بسيطة أولا هذا مجب وهذا مجب يعني لا يساوينا واحد يساوينا نقص الأخر مستحيل ربعت هذا وربعت هذا لأن تقول القاعدة إذا كان عندنا اكس مربع يساوي لنا ايغرق مربع فإن القيمة المطلقة لأكس تساوينا القيمة المطلقة لأيغرق أي أن اكس يساوي لنا ايغرق أو اكس يساوي لنا ناقص ايغرق الآن هناك ذلك وجدنا أن هذه تربعهم متساوي وكلاهما مجابان الـ x مجب والـ y مجب فإن x يساوي y فقط أبناء بعدما أنهينا مع الآن رابعا نأتي الآن إلى الخامسة إذن نقول هنا ماذا نقول نقول صحيح هذا الاختراح إنه صحيح بعدها أبناء نأتي إلى خامسا خامسا لاحظوا ماذا قال ركزوا جيدا أعطيت لنا سوف أنقل النص الاختراح ونلاحظ هل هذا الاختراح صحيح أم لا قال أنه من أجل كل عدد حقيقي x فإنه أن نلقي أن x مربع يساوي لنا x يعني هل هذا الكلام صحيح أو لا نحن نقول إذا كان x ينتمي إلى R وماذا و x مربع تحت الجذر يساوي يعني x مربع جذر x مربع هذا معروف أنه يساوي لنا القيمة المطلقة لx والقيمة المطلقة لx لا تساوي x في جميع الحالات لماذا لأن يا أبناء القيمة المطلقة لx تساوي لنا حالة تساوي لنا x إذا كان x مجب وتساوي لنا ناقص x إذا كان x سالب إذن وهو قال أنه إذا كان أي جذر مربع تحت الجذر x مربع يساوي لنا x لا لماذا أعطيكم مثلا بالأعداد كذلك إذا أعطيت لنا مثلا ناقص 2 2 الكل مربع تحت الجذر هل هذا يعني أنه يساوي لنا ناقص 2 لا يمكن يا أبنائي لكن هو في الأصل يساوي لنا هكذا وهذا يعطي لنا 2 نعم أما أن نقول أي عدد مربع تحت الجذر يساوي لنا مباشرة ها وأعطيتكم مثال هنا أن جذر ناقص 2 لكل مربع لا يساوي إذن قلت جذر ناقص 2 مربع لا يساوي ناقص 2 وإلا كيف جذر يصبح يساوي عدد سالب إذن أي عدد إذا خرج من الجذر يخرج بالقيمة المطلقة إن لم تحدد إشارته أما لو قال هنا من أجل كل عدد حقيقي x موجب نعم هذا الكلام يبقى صحيح لكن من أجل أي عدد لا تهمنا إشارته فهذا الكلام خطأ إذن هذا الاقتراح يبقى لنا خطأ فقط بعدها أبنائي نأتي إلى سادسا سادسا قال إذا جمعنا جذر 7 مع جذر 13 تستوينا جذر 20 هل هذا الكلام؟ نحن ماذا تقول قاعدة؟ إذا كان عندنا جذر A زائد جذر B حيث A قيمة موجبة وB قيمة موجبة فإنها تساوي جذر A في B ولا تساوي اسمعوا جيدا عفوا عفوا أعتذر إذن قلت أعتذر فإنها لا تساوي جذر A زائد B إذن اسمعوا جيدا جذر A زائد جذر B لا يساوي جذر A زائد B إذن فإن هذه جذر 7 زائد جذر 13 لا يساوي يا أبنائي جذر 7 زائد ماذا؟ 13 مهما كان لا يساويه إذن فإن هذا معناه أنه هذا الكلام خطأ لأنه هذه كم تعطي لكم؟ تعطينا 20 هذه تساوي لنا كم؟ جذر 20 نعم هذه نعم جذر 20 لكن هذا الكلام لا يساوينا هذا إذن جذر زائد جذر لا يساوي جذر A زائد B إذن اسمعوا جذر A زائد جذر B لا يساوي جذر A زائد B يعني نجمعهم تحت الجذر لا في يجوز إذا كان عندنا جذر A في جذر B مع أو بعد المجا يساوينا جذر A في B أما مجموعهم هنا وهنا مجموع فلا يجوز إذن يبقى هذا الاختراح خطأ أعتذر على المعلومة في الأول فقط لكنت أحسبها أنها في نأتي الآن إلى سابعا انظروا وتابعوا معي قال العدد 2013 هو عدد أولي من هو العدد الأولي؟ العدد الأولي هو العدد الذي يقبل القسم على نفسه وعلى واحد إذا وجدناه يقبل على أكثر من نفسه والواحد فهو غير أولي لو نلاحظ الآن إلى 2013 عدد أرقام مجموع عدد مجموع مجموع عدد أرقامه ماذا؟ يقبل القسمة ركزوا جيدا وانتابهوا معي إذن قلت مجموع عدد أرقامه يقبل القسمة على ثلاثة لماذا؟ لأن يقبل عدد إجمعوا هنا إثنان زائد سفر زائد واحد زائد ثلاثة يستغلنا كم؟ يستغلنا ستة ستة يقبل القسمة على ماذا؟ على ثلاثة فإن العدد كم؟ 2013 يقبل القسمة على ماذا؟ على ثلاثة وواحد و 2013 فإنه غير أولي لماذا أبنائي؟ حتى أعرف أن عدد يقبل القسمة على ثلاثة إسمعوا إجمعوا عدد أرقامه المكون له إثنان زائد صفر يا إثنان زائد واحد ثلاثة زائد ثلاثة ستة هذا يقبل القسمة على ماذا؟ على الثلاثة إذن بما أنه يقبل القسمة على ثلاثة فإن هذا العدد يقبل القسمة على ثلاثة فيصبح أنه كم من عدد يقبل القسمة؟ يقبل القسمة على الثلاثة وعلى الواحد وعلى 2013 إذن فهو يقبل القسمة على أكثر من نفسه والواحد فهو عدد غير أولي إذن حتى أعرف أن عدد يقبل القسمة على ثلاثة أو لا يقبل إجمعوا عدد أرقامه إجمعوهم وقسموهم على الثلاثة إن وجدتموهم يقبلوا القسم على ثلاثة فإنه كذلك ويقبل القسم على ثلاثة فإنه عدد غير أولي فقط أبنائي حتى تفهموا جيدا إذن هذا نقول خطأ كذلك حتى نفهم فيك يقول أحدكم الإجابة ها هي الإجابة بعدها أبنائي نأتي إلى ثامنا كذلك ننتبه إلى ثامنا لاحظوا أعطيت لنا هنا أمور متعلقة بشيء اسمه القيمة المطلقة ركزوا هنا أرجوكم نقطة نقطة إذن حيث قال القيمة المطلقة لإثنان في القيمة المطلقة لواحد ناقص ثلاثة القيمة المطلقة لناقص خمسة ناقص إثنان هل يساوي واحد زائد جذر ثلاثة الكل مربع ناقص واحد زائد إثنان جذر ثلاثة لاحظوا أولا نحسب الطرف الأول لهو إثنان في القيمة المطلقة لواحد ناقص ثلاثة ناقص ماذا ناقص ناقص خمسة ناقص إثنان هذه بالقيمة المطلقة يوجد لنا قيمة المطلقة هنا التي أغير لها اللون خارجا تصبح لنا تساوي تساوينا القيمة المطلقة الخارجية في 2 في هذا مع هذا كم يعطي لكم يعطي لنا القيمة المطلقة لناقص 2 ثم ناقص القيمة المطلقة يجمع هذا كن القيمة المطلقة لناقص 7 ثم نغلق هكذا تصبح تساوي الآن تصبح لنا 2 القيمة المطلقة لناقص 2 كن إنها إثناني ناقص القيمة المطلقة لناقص سبعة ما هي؟ إنها سبعة إذن هذا يخرج لنا بسبعة لكن وجد الناقص خارجا لا دخل له فيه تسبح لنا كم؟ تسبح لنا القيمة المطلقة لأربعة ناقص سبعة تساوي لنا كم؟ تساوي لنا القيمة المطلقة لناقص ثلاثة والقيمة المطلقة لناقص ثلاثة إنها الثلاثة إذن هذا الفرع يا أبناء كم وجدناه؟ اسمعوا جيدا هذا الفرع الجزء وجدناه ثلاثة الآن ننشر الجزء المقابل له إذا وجدناه ثلاثة الكلام صحيح إذا وجدناه غير ذلك في الكلام هذا خطأ تصبح لنا هذه متطابق الشهر الأولى مربع الأول زائد مربع الثاني زائد ضعف الجدال ندخل ناقص هنا وهنا ناقص واحد ناقص اثنان جذر ثلاثة فماذا ينتج أولا هذا مع هذا يذهب وهذا مع هذا يذهب تصبح لنا كم ثلاثة إذا هذا يسبح لنا كم يساوي؟ يساوينا واحد زائد جذر ثلاثة الكل مربع ناقص واحد زائد اثنان جذر ثلاثة إذن هل وجدنا المساواة موجودة؟ نعم المساواة موجودة إذن نقول ماذا؟ نقول صحيح فقط يعني هنا حسبنا الجزء هذا بقواعد القيمة المطلقة وهنا استعملنا النشر فوجدنا كلاهما هذا عنده الثلاثة وهذا عنده الثلاثة مما يدل على أنهما قيمتان متساويتان فقط أبنائي بعدها نأتي إلى الجزء الآخر ركزوا كذلك قال القيمة المطلقة لواحد ناقص اثنان اكس أقل أو يساوينا ثلاثة معنى أنه اكس محصول ما بين الناقص نصف والثلاثة على اثنان ركزوا جيدا أولا نأتي إلى واحد ناقص اثنان اكس أقل أو يساوينا ثلاثة هنا أبنائي عندنا قاعدة تقول القيمة المطلقة لأ ناقص بي تساوينا القيمة المطلقة لب ناقص ا فهذا يمكن أن نقلب هنا نسيت رمز القيمة المطلقة فهنا يمكن أن نقلب بالداخل إذا قلنا هذا ا وهذا بي فإن تساوينا بي ناقص ا فتصبحنا هذه تساوينا اثنان اكس ناقص واحد أقل أو يساوينا ثلاثة لا يحدث شيء داخل القيمة المطلقة إذا عكسنا الإشارات إذا عكسنا الإشارات حتى تدفى مجهدا الآن ما رأيكم أبنائي لو نضرب هذه المترجحة في واحد على اثنان من هنا ومن هنا في واحد على اثنان فيدخل هذا لأنه عدد مجمع لا يؤثر تصبحنا وماذا قيمة مطلقة لواحد على اثنان في اثنان اكس ناقص واحد في واحد على اثنان بالقيمة المطلقة أقل أو يساوينا ثلاثة على اثنان فماذا يحدث هذا يذهب مع هذا فصبحنا القيمة المطلقة لإكس ناقص كم ناقص نصف هكذا أقل أو يساوينا ثلاثة على اثنان عندنا قاعدة ماذا تقول أبنائي يقول أحدكم هل أكتب هذه الخطوات نعم وإلا كيف يعرف الأستاذ من أين تحصلت على هذه المتراجعة دقيقوا هنا أرجوكم لنعود إلى درس القيمة المطلقة عندنا قاعدة ماذا تقول تقول قيمة المطلقة لإكس ناقص س أقل أو يساوينا أر فإن إكس يصبح محصور حسب قواعد الحصر س زائد أر ومن هنا س ناقص أر أين هو الس ها هو الس أين هو الأر ها هو الأر إذن تصبح لنا إكس محصور ما بين الس قلنا كم هو النصف إذن هنا نصف وهنا نصف ناقص أر أر لهو ثلاثة على اثنان ومن هنا زائد ثلاثة على اثنان فيصبح لنا إكس محصور ما بين نجمع هذا وهذا أربعة على إثنان إنها الإثنان ونجمع هذا زائد هذا نصبح لنا ناقص إثنان على إثنان وهي ناقص واحد إذن هل هذا الاقتراح الذي أعطيه لنا صحيح لا إذن خطأ اقتراحه ما هو إلا خطأ لماذا لأن هذه القيمة مستحيل تسير لنا هذه القيمة يقول أحدهم ما نضربها في نصف لو نضربها في نصف نصبح لنا هنا هكذا مثل ما تلاحظون هنا إذن اقتراح خطأ يا أبنائي حتى تفهموا جيدا لأن الإجابة الصحية هي هذه فقط بعدما أنهينا مع هذا نأتي الآن إلى عاشرة وإنه دائما تمرين رائع لماذا أبنائي لأنه يعطي لكم ملخص لكل الوحدة الأولى والثانية لاحظوا وانتبهوا معي إذن عندنا كذلك الحالة عاشرة انتبهوا أرجوكم إذن الحالة العاشرة قال مركز المجال من ناقص نصف إلى ثلاثة على اثنان هو كم هو اثنان نحن نعلم أنه إذا كان عندنا مجال A B طرفيه فإن مركزه C إذن مركز المجال هو C يساوينا A زائد B على اثنان إذن هنا لو نلاحظ إلى هذا المجال ها هو أمامكم أين هي الأ وأين هي البي ها هي A وها هي B فيصبح لنا C يساوينا هكذا يساوينا A لهو ناقص واحد على اثنان زائد البي لهو ثلاثة على اثنان الكل على اثنان يعني مثل معناه عندنا فرض أول وفرض الثاني يساوي الفرض الأول زائد الثاني معدلهم على اثنان تصبح لنا كم C يساوي هنا هكذا نجمع هذا مع هذا يساوينا اثنان على اثنان الكل على اثنان هذا يذهب مع هذا لأنه هنا جمعت يساوينا واحد على اثنان لأنه هنا الكل يساوي لأنه اثنان على اثنان هو هو واحد واحد على اثنان هل واحد على اثنان يساوينا اثنان قال هو اثنان لا إذن خطأ إذن نساوينا مركز المجال هو نصف ليس الاثنان فقط بعدما أنهينا مع هذا الجزء نأتي الآن إلى التمرين الثاني قال أنقل وأكمل جدول التالي إذن أعطي لنا هنا جدول علينا أن نقوم بملئه أعطيناه في هذا الجزء التمثيل التمثيل من ناقص واحد إلى غير زائد مالانيائي دائما تقرأ هكذا من ناقص واحد إلى زائد مالانيائي لماذا أبنائي لأن المجال معروف أنه يأتينا هكذا هذا المستقيم الخطي إذن هنا عندنا ناقص مالانيائي وهنا زائد مالانيائي انظروا من أين بدأ من ناقص واحد إلى غاية زائد مالانيائي إذن كيف نقول من ناقص واحد إلى غاية زائد مالانيائي والمجال مفتوح الطرفين لماذا؟ لأن عند الناقص واحد أعطينا مفتوح وأن ما لنهي لجدال في ذلك يأتينا مفتوح الآن هذا كيف نحوله على شكل مجموعة مجموعة أنه نقول إكس يكون أكبر تماما من ناقص واحد لماذا؟ لأن هذا لو نعينه على شكل مجال نقرأه هكذا من ناقص واحد إلى غاية زائد مالانيائي إذن نقول إكس أكبر تماما يعني هذا إكس له الحق أن يسبح في هذه الأماكن نسمعوا جيداً إذا وضعنا هنا إكس فنقول إكس له الحق أن يأتي في هذه الأماكن يعني من أين؟ من ناقص واحد إلى غاية زائد مالانيائي ها هو معنى إكس أين يكون أكبر تماما من الواحد فقط حتى نفهم الفكرة جيداً عندنا كذلك الحالة التي بعدها أعطي لنا أن إكس محصور ما بين ناقص ثلاثة وواحد نأتي الآن إلى التمثيل التمثيل أكيد إذا جئنا هكذا قلنا من ناقص مالانيائي إلى زائد مالانيائي اسمعوا جيداً قال من ناقص ثلاثة إذا قلنا هذه الناقص ثلاثة إلى غاية ماذا؟ إلى غاية الواحد ها هو واحد لكن المجال كيف هو؟ اسمعوا جيداً سوف ألون حتى تلاحظوا ذلك بأمعينكم إذن من هنا إلى هنا لكن المجال عند النقص ثلاثة مفتوح وعند الواحد مغلق الآن كيف نجعله على شكل مجال؟ أكيد نقول من ماذا؟ من ناقص ثلاثة إلى غاية الواحد كيف هو مغلق من هنا مفتوح ومن هنا مغلق ها هي أمامكم حتى تفهموا الفكرة جيداً إذن يصبح لنا إكس له الحق أن يصبح في هذه الأماكن من هنا إلى هنا فقط أبني حتى نفهم الفكرة جيداً بعدها نأتي إلى الحالة التي بعدها قال إكس أقل تمامي من نقص أربعة إكس أقل تمامي من نقص أربعة معناه أكيد إكس سوف يأتينا من ناقص ما لا نهاية إلى غاية الناقص أربعة لكن المجال كيف هو؟ مفتوح فيصبح لنا هكذا اسمعوا جيداً يصبح لنا من ناقص ما لا نهاية إلى غاية الناقص أربعة مفتوح المال نهاية لا جدل فيها كل مجال دائماً مفتوح وعند الناقص أربعة كذلك مفتوح نأتي الآن إلى المثال الأخير المثال الأخير لاحظوا إذا جئنا وقمنا برسمة برسمة المعلم الخطي هذا هكذا قال من ناقص ما لا نهاية إلى غاية ماذا؟ إلى غاية ناقص إثنان إذن من هنا إلى هنا أركزوا جيدا هكذا المجال كيف هو؟ المجال مغلق عند الناقس أفوا إذن قلت المجال مغلق عند ناقس واحد أفوا عند ناقس اثنان أعتذر عند ناقس اثنان ثم قال ومن خمسة إلى زائد ماذا؟ إلى زائد مال نهاية هكذا لكن الخمسة كيف هو المجال عندها؟ مفتوح إذن هكذا عندنا هنا الخمسة قال الآن ها هو قد قمنا بالتمثيل يعني تمثيل المجال أصبح موجود يقرأوا هنا من ناقس مال نهاية إلى ناقس اثنان مغلق ثم ينطلق الـ x مرة أخرى من خمسة مفتوح إلى زائد مال نهاية الآن هل اسمعوا جيدا نقول x ينطلق من ناقس مال نهاية إلى ناقس اثنان إذن قلت من يعني يكون من هذا المكان يعني من ناقس مال نهاية إلى الناقس اثنان إذن هنا نقول هكذا أن x يكون كيف أقل أو يساوي لنا ناقس اثنان أو اقتراح آخر من هنا إلى هنا لكن نفصل بينهم بكلمة أو لأن الاتحاد في المجالات يرمز إلى أو ليس التقاطع لو قلنا هنا التقاطع لهذا المجال إنه مجموعة خالية انظروا هل يوجد لنا اللون أول واللون الثاني لا يوجد تقاطع بينهما إذن لو قال رمز التقاطع هنا لقلنا مجموعة خالية أما الاتحاد فيكون لنا x من هذا المكان إلى هنا أو من خمسة إلى زائد ما نمعناه أنه أو x يكون أكبر تماما من ماذا من خمسة إذن هكذا تحول نفصل بينهم بكلمة أو إذن احذروا لو قال التقاطع لقلنا و بما أن قال اتحاد افصلوا بينهم لأن التقاطع هذا المجال أعيد يعطي لكم مجموعة خالية أنه انظروا يوجد لنا لون واحد فقط أظن الفكرة قد وصلت إلى أبناء الأعزاء وفي الأخير أبناء وبناتي الأعزاء أتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو كما أرجوكم أن لا تنسونا بالدعاء لأن بسحة العافية والترحم على الرحمة الطاهرة كما يمكنكم زيارة صفحتنا على الفيسبوك إنها صفحة الأستاذ نور الدين ليسي لكم جديدا باستمرار والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته